السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال كوكب الزهرة لبرج الحمل يوم الجمعة 5 نيسان إبريل طبعا صباح يوم الجمعة 5 أربعة ساعة أربعة صباحا بتوقيت جرينيتش رح ينتقل كوكب الزهرة من برج الحوت لبرج الحمل ورح يظل في برج الحمل لغاية يوم 29 أربعة تمام الساعة 11 و 31 دقيقة ظهرا خلال الفترة المذكورة اللي هي ما بين يوم 5 أربعة وحتى 29 أربعة بيشعروا موليد برج الحمل بالتحسن بيظهر على مظهرهم الخارجي وبيشعروا أيضا بقوة العاطفة والتجاوب أحبائهم معهم منهم أشخاص بيبدأوا بعلاقة عاطفية جديدة أو بعززوا العلاقة القائمة وبرضو ممكن إنها تتطلق يتطور لمرحلة الارتباط أو الزواج أو إنه مثلا يفكروا في تطويرها من بداية معرفة لا علاقة متينة بيستفيد معهم موليد الأبراج النارية والهوائية طبعا الأسد والقوس والجوزاء والميزان والدلو وكمان كل شخص لمن ولد كانت الزهرة موجودة عنده في برج الحمل إلا أشخاص اللي بينولدوا وبتكون الزهرة عندهم في برج الحمل هذولا أشخاص بيكونوا عاطفيين جدا ما بيحتمل علاقة فاترة أو باردة أو حتى عادية لازم تكون مميزة مليئة بالإثارة والحيوية والتغيير بيجعل الأشخاص اللي الزهرة موجودة عندهم في برج الحمل إنهم يعبروا عن رومانسيتهم بشكل واضح وقوي بالنسبة لكوكب الزهرة طبعا كوكب الزهرة دائما بنحكي إنه لما بيكون في حالة إيجابية يبيعط العاطفة والحب والانسجام والمال والجاذبية والتفاهم والميول الفني ولما بيكون سلبي طبعا بعط الغيرة وبعط العنادة عشان نحدد إنه كيف وضعه رح يكون الزهرة في برج الحمل لازم ننظر للزوايا الفلكية ونشوف تأثيرات الزوايا والزوايا اللي رح تتشكل إيش هي وشو رح تعطيه بالضبط بالنسبة للزاوية الأولى زاوية رح تتشكل يوم السبت ستة أربعة زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو هاي الزاوية بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث إنها بتتدعم وبتتعزز أكثر وأكثر بتجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبيدخل الانفعال في علاقاتنا الجنسية بتدل على وقوع تطورات وتحولات إيجابية في الإنتاج الفني والموسيقي وأيضا الإنتاجات الفنية اللي ممكن إنها تحقق نجاح في هاي الفترة هي اللي بتيجي بأسليب جديدة مخالفة للأسليب المتداولة وبيظهر على الساحة الفنية وجوه جداد أو جدد أو ممكن إنهم قدامى بس بيجدد أسلوبهم في بعض الفنانين المعروفين ممكن يغيروا إيقاعهم أو طريقتهم أو أسلوبهم وهذا الشيء بيحب الجماهير لإلهم أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة وهي زاوية رح تكون يوم الجمعة تسعة عشر أربعة هي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة هاي الزاوية بتجعلنا نميل للتسامح مريحين خفيفين الروح وهذا الوقت المناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين بنستفيد من الراحة اللي بتوفرها لإلنا دعوات أو سفريات أو تسلية وبرضو بتعزز المواهب الفنية والأدبية بالدل على توجه وسائل الإعلام للتركيز على الميدان الفني وتتبع أخبار الحفلات والمعارض والمسابقات الفنية اللي تقام وإنتاجات الفنانين وعطاهم كما بيزيد الاهتمام بالمواضيع المتعلقة بالمرأة وحريتها وخصوصا فئة الشباب الآن بدنا نشوف بما إنه زاويتين إيجابيات ولكن بدنا نذكر إنه عطارد بيتراجع في برج الحمل أيضا فهو بيعمل تضارب كبير ما بين الإيجابية والسلبية بما إنه هاي بيعمل إيجابية وهناك بعض سلبية فنجد إنه الحياة مش مفهومة يعني بمعنى آخر ممكن تكون فرصة اليوم عاطفية بكرة ما تكون عاطفية تكون مشاكل مع الحبيب ممكن يصير تغييرات مفاجئة ممكن ننفهم خطأ ممكن يصير تأجيل أو تعطيل فبندنا نأخذ بالحسبان إنه عطارد بيتراجع فخلينا نروح نشوف أول إشي إيش التأثيرات وأهم الأشياء أو أهم التأثيرات لجميع الأبراج فتسمع برجك تسمع طالعك أيضا برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا فيه تحسن كبير بيطرع على مظهرهم الخارجي وبيشعروا بقوة العاطف وانجذاب أفراد من الجنس الآخر لإلهم بيزيد لطفهم ورقتهم وقيمتهم الاجتماعية وهاي فترة زي ما حكينا مناسبة للعلاقات العاطفية الجديدة أو البدء بعلاقة عاطفية أو تطوير علاقة عاطفية لمرحلة الارتباط أو الزواج برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا تعطيهم فرصة للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة بيميلوا لمساعدة الآخرين يعني التضحية الإثار التقارب بعد مرات بيترددوا باتخاذ قرارات عاطفتهم بتكون قوية بيتأثروا بأتفه الأسباب أو بأتفه الشكاوى من أي طرف فبيتأثروا فيها أو بيحسوا فيها كأنها مشاكلهم هم دم ينتبهوا من هاي النقطة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بإمكانهم تعزيز نشاطاتهم الاجتماعية والبدء بعلاقات جديدة أو الاستفادة من علاقاتهم ومعارفهم في بعض المسائل ومشاريعكم تتحقق بمساعدة أصدقاء أو أشخاص ذو نفوذ على المستوى الاجتماعي كثير من المناسبات أو الأحداث الاجتماعية رح تمر عليك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا فرصة للتقدم لعمل جديد أو للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو تعزيز علاقاتهم في العمل أو ترقي أو ترفيعات يعني بتعرف فترة من التفاؤل والنجاح وهي فترة مناسبة للزواج من وسط راقي أيضا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد نجاح كبير رح يكون في مجال السفر والاتصالات والدراسة الأكاديمية والدراسة الجامعية والمواضيع القضائية وحتى بالعلاقات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو أوراق هجرة أو معاملات تتعلق بخارج البلاد أو الاستراد والتصدير وبيكون سلوكك جيد وبتحصل على تقدير الآخرين وهي فترة مناسبة للتنقلات برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا هنا الزهرة رح تكون موجودة في البيت الثامن يعني الأموال المشتركة أو المواضيع القديمة المدفونة فممكن تحصل على مال من تركة أو تعويض أو شراكة قديمة أو أموال لإلك تحصل عليها بطريقة مفاجئة وبتستفيد من مكاسب عن طريق الزواج أو عن طريق شراكة أو عن طريق هباك وبرضو بإمكانك أنك تأخذ قرض ولكنك تأخذ بالاعتبار تراجع طارد فما مننصح في هذا الموضوع ولكن فيه انفراجات كبيرة على المستوى المالي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتعزز شراكاتكم أكثر فأكثر فهي فترة مناسبة للسعادة الزوجية وتحسين العلاقات مع الشركاء وهذا وقت مناسب للزواج أو عقد شراكة بتكون منتجة أو تصفيد خلافات بشكل ودي الفترة هاي ممتازة إلا أنه ممكن تراجع طارد يعمل خلافات ولكن سهل إنها تزول هاي الخلافات وترجع لمصالحات وينتهي الخلاف بشكل سريع برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا فرصة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو بإمكانهم تعزيز العلاقة مع الزملاء وفترة ممتازة أيضا للأشخاص اللي بدهم أو يعرض عليهم أعمال جديدة أو تفتح أمامهم فرص لعمل جديد بتعرف نوع من أنواع الانسجام مع رفقائك في الوسط المهني وبتتمتع بصحة جيدة حتى الأشخاص اللي كانوا يعانوا من بعض الاضطرابات الصحية مع دخول الزهرة للبيت السادس بيجدوا أن الأمور بدأت تتلاشى ولكن بدهم يحذروا من الارتفاع في الوزن برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بعطيهم حظ في العاطفة بالمال، في الهوايات، في الترفيه وفرصة للنساء للدخول في الحمل اللي عندهم مشاكل بالحمل الآن عندهم فرصة قوية للمباشرة خلال هذا الشهر لعملية المعالج الطبية أو حتى إتمام زراعة هاي فترة مناسبة لتمتيل روابط المودة والعلاقات والمعاملات المالية أيضا برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا بيستفيدوا في السكن والعقارات والعلاقات العائلية وممكن أشخاص يشتروا بيت أو يستأجروا بيت جديد أو يعملوا ديكور جديد أو فرحة على المستوى العائلي والحياة في المنزل بتكون ممتعة جدا هاي فترة مناسبة للحصول على أرباح مهمة خصوصا الأشخاص اللي بيمتلكوا أملاك عقارية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيجيهم نجاح في الدراسة والسفر والاتصالات وما يتعلق بالسيارات أو الإلكترونيات أو التكنولوجيا بتكون مرح جدا بالفترة هاي ومحتى مقبول من ضمن المحيط وبتتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وهاي فترة مناسبة للسفر والتواصل مع الأقارب والإخوة وأيضا للأشخاص اللي بيشتغلوا بمجال التجارة المحلية برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا هاي فترة المكاسب المالية اللي بتيجي أغلبها من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم هدايا منح هاي فترة مناسبة أيضا للنجاح المستوى المالي والحصول على وظيفة مربحة أيضا ممكن تحل قضية مالية قديمة أو يكون في تسوية مالية أو تنتهي من أزمة لها علاقة بالفوتير أو ترتيب وضع مالي معين هيك من كون انتهينا من أخبارنا الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر